أهلاً أحبائنا مشاهدينا الموضوع مثلما ذكرت الأخلاق المسيحية يصرني أن أستضيف شخص وهو صاحب مكان أخو صديق عزيز خادم للإنجيل معلم للكلمة ومتلمز العديدين دكتور أمال جندي أهلا وسهلا برحب فيك معنا في هذا الاستوديو أهلا بك يا خنزار وأشكرك للدعوة وبصلي أن ربي ساعدنا في الحلقة دي أننا نصلط الضوء على أهمية كلمة الله وتعليم الكتاب المقدس اللي يترجم في السلوكيات وأخلاقيات مسيحية حسب إرادة الله طيب طالما ذكرت هذه العبارة الأخيرة فخلينا نفوت دغرة على الموضوع شو هي الأخلاق المسيحية أو ما معنى الأخلاق المسيحية ممكن توضح لنا الفكرة أكتر الأخلاق المسيحية في كلمتين وبس على رأي البرنامج الشهير هي السلوكيات المسيحية للمسيح الحقيقي ولما بقول المسيح الحقيقي يا خنزار لابد أن نميز ما بين المسيحي الإسمي والمسيحي المؤمن الذي قبل عمل الرب يسوع بالإيمان في حياته فصار خليقة جديدة الأخلاقيات بيكون نتاج تأثيرات متباينة حول شخصية الإنسان فتلاقي أن الثقافة اللي حوالينا محيطة بنا بسهولة مرات كتيرة بتشكل الأخلاقيات اللي احنا بنعيشها وده انطباع عام وينطبق على الكل السؤال هل المسيحي يختلف هل كل هذه الثقافات وهذه الأخلاقيات كلها صح كتابيا هل ترضي الله كلها وده السؤال موضوع شائك الحقيقة بس لابد أن نواجهه بدوء كلمة الله وده لن بصلي أن الرب يساعدنا النهاردة شوية بشوية بنوضح هل الكنيسة تغير العالم أم العالم هو الذي يغير الكنيسة اشتركوا في القناة